السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم أصدقائكم رجعنا في الفيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة المزرعة هذا الفيديو الخامس إن شاء الله ايه رجعنا من جديد طبعا أنا هون منازلون لكم ننزل شوية مودات رجعنا يشوفنا بالأرض أصلنا فيها وش سوينا وش ما سوينا طبعا مثل ما حاكينا لكم انه بالفيديو الجاية إن شاء الله رح نربي بالبقر رح مبلش براية تربية البقر بس ولكن انه أنا في بعض البحث والطمق والطمح وخص متل ما يقولوا استنتجنا ووجدنا إنه كان في عنا مشكلة إنه مو مشكلة إنه في عنا عدد غنم زيادة فلازم نحن نبيع شوي من الغنم طبعا وين نحن نفرجيكم هنسوان مثل بس هنصفات تركتوا هذا الراكس هنصفة هون هنصفة هون هنفرجيكم شنون الغنم تمام طبعا ننزل اللون هون شو طبعا هذا المودات جديد فلو مرابا شنونكم يا عرب سننا يشوف الشكل الشخصية يعني أنا كتير ستبتعتنا صوت أشوف شكل الشخصية بس البي خانوت لما يريدوا تصير شكله بيرعب بيرعب المهم طبعا مثل ما يكون شايفين هاي مزرات البخر خير مزرات يعني الحضيرة طبيعة الغنم وعشيب عشيب طبعا ها هي ها هي شايفينها شقات حجمة ثمانين خروف تسعة تمام ثلاثين ثمانين حيوان تمام هلا بنسكر هاي نفتح هون مثل ما يكون شايفينه علىنا واحد وعشرين خمس وعشر ستعانش واحد وعشرين خمس وعشرين واحد وعشرين ثم ستنا نحو ذاته منه خمسة ثمان هلا أنا بدي أفضل لازم أفضل خمس محلات لفضل يعني لازم أنتوا تترق مكان فاضي للتكاثر لأن هاي الحيوانات تتكاثر طبعا مثل ما يكون شايفين هون في عندهم شيء اسمه تكاثر يظلوا يتكاثر بسلا ما عبدوا يتكاثروا لأنه ما في مكان يتكاثروا وعندهم نصب المي منشوف بعدين حل فلذلك أنا راح اروح اجيب طبعا في هاي الشغلات اللي انتوا شايفينها بحكي لك عنها يلا احكي لك عنها شايفين هاي ومكما شايفين انكتاب الحمرة بالشاشة هاي مودات ومكما شايفين كمان اشخصي عب تفتر عب تشوفها فهاي مو هاي مودات هاي عبارة عن مودات المودات هاي هي بتخليك بتساعدك في كتير شغلات يعني كده بتنقل بعجبات بتضيفه بتنزله اذا بتحبو اعملكم فيديو خاص عن المودات تعرقوا لي ويكتبوا لي ويضيف لكم المودات هاي الاول شي في انا هنشيره الاول راح ناخد غنم انبيعه الشي الثاني راح نعمله اللي هو راح نبيع هذا الصوف وراح نركب مزرعة بقر او راح نشيره راح نعمله مو مزرعة راح نعمل حضيره حضيره للبقر انا هاي المزرع يعني مقلت شمعي متل ما يقولوا انا اخد واحد من هاذ انا اخد من كل نوع واحد اذا هو حقه 1500 انا بروح ابيعه ب1000 مش هالنصبه هاي احنا الصوبين يا من هذا واحد اتوقع هيك خالص هاي نشوف العدد اه تمام هذا خمسة بالابيت هاي مزلوط هاي مزلوط هان وعشرينة طبنا هاي خمسة بس خلا يعني شوية ثانية راح يبلش اشتغل انه اشتغل من ما يقولوا اجازة طبعا قبل ما اروح بشان نشتري بقر نحن راحين راح نفض الغنم نبيعه نشوف عنا بقر طبعا في عنا هاي لازيرات لتربية البقرة هاي الحضيرة هي الكوست بس انا دورت بالمودات لما كنت عم بدور فلقيت هاي الحضيرة اللي هي بتسعمية بقرة اما شوفوا مثلا بتسعمية هاي تسعمية هاي تسع تقريبا خمسين حقه 100 ألف اما هاي تسعمية بخمسين ألف نفتشلون يعني في فرق يعني ذيك الخمسين ميتا حتى اكثر من النص لانه هاي عندك مية هناك تسع خمسين والسعر يعني الربع تدير تقول الربع بالربع تقريبا لانه لانو نوصل للمية هنا تقريبا ما كنت شاكين الربع او نص وفيه عندنا هاي خمسين نفس الاشي بس هون يعني حسيتها شوية اصغار فرح ناخد نحن هاي طبعا هاي صغيرة مرة ما بديها لانو دورت عليها حسب الارض الموجودة كأنها ما زبطت الزغيرة تدخب الارض يعني هي كاي خربانة فخلت اوخد هاي الكبيرة ونحطها بالنص تمام خلاص هاد الشكل ممتاز ما اضرب خلاص فلا بلا تمام هلا يسترعنا شكل ممتاز جدا جميل فهنا سوي كوندورة حواليه فاتوقح هون مكان العلف هون مكان المي هون مكان البقر وراح تلعكيد مكان عنا للحليب وراح ينصفوا بمبرك وراح ينصفوا بس يعني اكيد رح يكون لهم مكان اذا ما كان لهم مكان اكلنا هوا وبدنا نشيلها ونسوي فضي غيرها تمام هنروح الان بيع الغنم ونرجع طبعا شو هي البقرات الافضل انا ما بعلث هناك اكيد في نوع الى التكاثر ونوع للحليب ونوع للشغلتين فأنا بفضل انه ما يكون في حليب ونوجه التراس نفشى ما ماذا بظل فضي وعبي فضي عبي فضي عبي وبيع وروح وشغلتين انه علوي انه يكون كله يتغل للترباية بشان يوكل وطال لحم بس فاذا كنتوا تعرفوا انتوا العنواع اكتبوا ليها بالتليفات انا بحسب الوصف ما شفت فيه مفواصل فرق بيناتهم كله بس الوان فاذا كان فيه شغلة انا معرفتها ممكن انتوا تكتبوا لي تساعدوني في هذا الاشي طبعا هون هاي الشاشة هي بساعدك انه يقول لك ايش لازمك ايش ما لازمك يعني انا باشتري بالف ببيع 1500 ناشى لكم نصابين هوا نصابين يا معلم حسن ان شاء الله الله قريم ايك والأنا اضطوا بيض نصابين هينو اول ثاني هينو ثالث هينو رابع هاد و خامس هاد و هاد و سادس طبعا Nahlah اجوز نحط جاج ما اترى فال الجاج انا جرابته انا شغلت و فاضي و البيض معبض و راحته فى مارح استنى على اللام اش بعكت اول بل اقموش هيفنا ماشين هاي سم شوهد عندهم انتنسي القبط طبعا اننا عزمنا 100 لدينا شي 30 حمل وده راحين جايين راحين جايين يشتري في البلد بغر ونابل حصيرة بس يعني ما رح نعبيه كثير بشه مثلا عندنا لدينا في عنا عبنا كثير اشتري ما عبيه مي وشي الحليل ونضيف وراه هون وجيب مي كثيرا مشا نضطلوا النعلف وشاراتي فراح نكتفي يلاقب الكم الموجود عنه أتوقع هون كنا زرعين حمطة تذكر اخر مرة ورد صار حرفون يا الله يا شيك هون هناك شغلة هون انتبهت على اما هون شوفوا هون الست بقرات تماما أما هون شوفوا اكثر من عشي خارو 34567791913 1313弟 اصمع 34567 ما بيطلعوا 8 خارو الله ما بيطلعوا 8 خارو فسابتوا الصورة وعدوهم وكتبولي بالتعليقات بيطلعوا 8 خارو بالله عليكم والله ما بيطلعوا 8 خارو طبعاً هلو اشترينا البقر وحطيناه هون وهلو بدنا نروح مبيع الصوف الغنم نعم طبعاً هاي الشغلته هاي تسوي مثل هذه كهو تماماً بس ولكن بمساحة عصغر طبعاً نحتاجها فقط انها سوي شغلتين نفس الوقت انه نعدل انه لما شغلت نفس الوقت طيب المهم هلق بدي اخد هاي دعموهاي هادا الراس ما بدي بدي هادا تاني طبعاً بدنا نفس والترکتور كمان يلاا نروح نفسه وبدنا نروح نركب له طريقه بشان نروح نبيع الصوف طبعاً نبيع الصوف أوف أف أوف 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 هاي تريلا كليشوي من شباط اشي بصة ان شادا نفضر مش حطة باي بس مستحيل اداة يعني سحط حاد الديربو مستحيل يعني بس ما ندخل هي كمصة اتزهط طبعاً هي بس هاي وصلا اخطنا عادي كليك تغيلة مرة نحن نحن نتعلم نشنون بدي نشتغل بالسطافة بشكل رسمي فس ان شاء الله يعني شوية شوية نتحسن طبعا ناخد كلهم بس داخل دول ثلاثة اوالي انديك السمادية كتير انا مفصول اينا نركبوه شوفو انا بالمود الاخير اللي نزلته شوفو في جيموهم جدا اواشي بننزل هاي اوه هاي الحلو انه بلك ها مشكلة انه هنلافت تحميلها شويكم. ونحطها بالتريلا ندوم مانا نزعجي بتريلا ونزعجي حانا. ها خلانا نرفع. طبعا انا بيسأل اشي ان الازرارة باستخدمها بالكيبورد هو الان والك والام هو لهاي الهايك. والجي والك والجي والان للترطيه دي لتنزيلة تمام? يعني نرفع حرف الجي يرفع على فوق. الان تشاهد انك ما شايفين تنزيل. الكي شايفتو رفع الان. الام ارجع لورا. تمام. طبعا ان ما تعيروا بالنصف. يعني لا بس. خلان روح نعبي مي. نحط له الغنم مي لانه بتريلا فيها شوية مي. فضي هون شوية شوية انها مني. وبعدين فيديو جاي نكمل تعبية المي. خلي واحد انا شبه يستلم. ازا احدا نزل معنا. ازا احدا نزل معنا يعني. طبعا ازا احدا يحب كماني. دخل معنا ما في المشكلة. بس يعني نعبي شوية مي هونده الغنم. شايفين الحرف هذا الضخم اللي صايرو. خرافي يعني. دمر حياتي. ايش. يلا دي. خضي. خلاص يطلعي هون. خلان شو ما في الصر عندهم مي هدول. بس بدون علف. بدون جريس. طبعا نجولون جريس تل. هتطلهم ميان حاليا نمشي حالا وفيهن. بما بكرا نجولون باقيها. طبعا فيونا عنا كم جريسين نجيبوهم إياه كمان زيتهم إياه بالأرض بس اتذكر انه كان البقر له طريقة خاصة بالرش الأكل لازمين رش على الأرض حقيقي انا بارف ما بارف اذا كان الطريق مبارض ولا صح اكتبونا كمان بالتعليقات وانتوكو هذا الفيديو الجيد كمان نكمل يعني السفين للبقر انا شرفت السفين عندك الحليم وانا نجيب بقر كمان يعني فينا شعر كتير يعني الأخير بقر كحبت السفين وانتوكو بقر صفين للتعليقات منتوكو بقر كمانتوكو بقر كمانو وانتوكو بقر كمانين بحضر خلال بالتحركين دورة كلون بدنا نفضل هيارة ايه 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 ممتاز يعني لبس فيه يعني انا عنا كل 15 ساعة ممكن تقول لانو عنا 15 خاروق كل 15 ساعة يجي واحد فا انا قل ما اولا اوان تلاتة واربعين ساعة عشرا مابعين هاي بدأ حسبة الحالة بنشوف ان شاء الله فيديو الجاية نشوف شون بدنا نحسب اسلون خاروق القادم ونشوف شون نحسب الحسبة طبعيتها انا خلينشوه هاي الصوف الاخير اللي ضلت عنا وننروح مبيع الصوف بمركز الصوف طبعا هذا يبيع بمحطة الانسجة الانسجة اخترته واشد يمشي اذا نقدر يمشي بسرعة وممتاز طبعا مركز بيع الصوف كل اياته راح يكون في مكان طبعا راح تشوفو هون شوفو زجين هون ما في غير مكان واحد اللي هو هاد اللي هو عالخريطة راح تشوفوه الهين شوفوين ما في غيره هاد ما في غيره هاد اللي تحت بن جنب الكازيه الوحيد اللي بيشتري ويبيع بحش شغلات هاي فراح نروح نبيعه ونبجع بل كي كمان طلع المحصول تبعنا وين مش طالت الارض طبعا الجيج ما جيج ما نفكر انه يشتغل فيه لانه جربت قبل المرة يعني داك تجيب له بس يعني هون حتى شغله اسهل اشي الجيج بس تحطله العلاف وتستنى بعد فترة يعني فترة طويلة حتى يأكل تطلع لك بيض وبس طلع لك البيض تروح بتجيبه وتجي طبعا هاي الغراض الي طبعا نشوف سفيه تريلر نقدر نشدها بل كيف عندي تريلر انا اشتريتها بشهن لانه في مو نجريس في مادة شغلية رح نحتاج لها عنا مكينة تطلع بكارات تطلع البكارات بصلت عملية لمن من الارض كتير صعبة وكتير تعزب او 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 شيت من انتبهنا فكتير تعزب وكتير يعني معزبة جدا حتى دورت عليها بالشوب ما لقيتها فنزلت عليها او او كسنا النمر ما خلنا شيء فحتى لقيت لو قدرت اركبهم لو اشتريت ركب وتموت فقدرت اركب انا اقدرت اجيب هاي العربية اللي مختصة بشيل هدول البكارات فلذلك او اشتريتها قلت وانا اركبت المود اشتريت اننا بتعرفوا انه غلب الوقت يكون عم بلعب مع الشباب والشباب مانون ازلين المودات فما يفتح السيرفر معهم اردتوا شنون فلذلك يعني من هالخطوة الجرية واشترينا الان هيا اول عد بالابانات وانا لدي حسنا احسرا عادي بيع تعريق الشباب في الاوسط خلال التفنون احتراف بسبب كان طالعوا حق الفرق الخمسمية لا انا انه يعني طبعا نحن مثل المرة الماضي اذا شفتوا الفيديو زرانا غريس بس الارض مليانة غريس ما بدو اشتنين الماكينة بس الله كل ما احتاجين غريس نفلح الارض خاصي بس يلاقي تأشيطة خاصي ما عد نحتاج انه من الرد نزرعه ونشيط طبعا ناخده له تريلر بطريقنا هاي اذا قدرنا ناخده ان شاء الله طبعا انا نزلت لابس سيارات الشحن بس ان شاء الله قبل ما بلش بنزل فيها بدي اشتري دركسيون جد انا مقتنم بالدركسيون كتير ما اخرج ربك خلاص امشي نزلت لابس سيارات الشحن والله ممتعة جدا اذا بتحبوا نزلوك عنها فيديوهات عنها تحبوا نزلوك عنها فيديوهات قلقوا لي وكتبوا لي هالموضوهات بسندوق الوصف بالتعليقات ممكن ابلش نزلوكم فيديوهات عنها بصد الظروف يعني هلا رح يخلص سوزن فورتنايت ماضى لشي انت طيبا ماضى لحدها زديدة وما في شي بالمستقبل ممكن نزلوك عنها يعني استفعنا هو شغل كتير بالارض بس يعني اذا تحبوا نزلوك عن هذا الموضوع اكتبونا بالتعليقات يكون هنا وخلص الفيديو ولا تسعطي اللايك واشتراك سلام عليكم اليوم بداية الحلقة جديدة السلام عليكم وانا وطلعي باركاتي باي باي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة